تقدم جمعية حبيبي في عمان الدعم لمئات العائلات العراقية التي أرغمت على ترك أرضها بسبب الصراعات المسلحة المتعاقبة ويعيش النازحون المسيحيون بنوع خاص للاحتفالات الفصحية بفرح كبير وبمناسبة الاحتفال بعيد الفصح قال الأب ماريو نائب كاهن رعية القديس يوسف في جبل عمان إنه على الرغم من إقفال المساجد أيام الجمع والكنائس أيام الأحد غير أن الاحتفالات الليتورجية تقام في باقي أيام الأسبوع ويشار أن جمعية حبيبي في عمان تسعى إلى توفير فرص عمل للشباب وتحاول أن تعلمهم مهنة يمكن الاستفادة منها في البلد الذي يستقرون فيه في المستقبل علما أن إجمال عدد النازحين العراقيين في الأردن يبلغون نحو 16 ألف نازح مسيحي من طالب اللجوء